نعم أخونا يسأل يقول بمناسبة عبدات السنة هل لابد موضع خطة سنوية للقراءة حتى انتفع المرأة بما يقرأ؟ الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى لي وصحبه مولاة أما بعد طبعاً أبو حب ينبه أوشه على شيء وهو بعض الناس أولع بموضوع وضع الخطط هذه هل لابد موضع خطة لطلب العلم؟ طيب خطة للقراءة خطة لشراء الكتب خطة لمدريش ترى غالباً غالباً بعض كثير من الناس يعني ما يستفدون من مثل هذه الخطط حيث تكون هي نظرية أكثر من حقيقية عملية كثير من عوائق المضي في مثل هذه العمالة الجليلة يكون سببها ترى مخافة ألا يكون له خطة فيمشي عشوائياً يعني هذا خب والحقيقة نفسك كذلك الحقيقة أن حين المضي في العمل يكشف لك الطرق المتاحة لك للسير فيه وحينئاً تستطيع تعرف أنت من أين تلج وأين لا تلج كثير من يسأل عن طرائق طلب العم طرائق شراء الكتب طرائق تجدهم هم نفسهم ما دخلوا هذا الباب ليتلمسوا المنارات التي فيه ويعرفوا ويستطيعوا بهذه لا يكثرون السؤال ومن أكثر السؤال قل منه العمل يعني غالباً يعني فوضع خطة ليس بيلزامية ليس ملزماً لك يا القارئ المستفيد أن تضع خطة لكي يقال أنك استفدت من قراءتك لا ولكن لكن لا شك أن ما تقرأه هو سيؤثر عليك وأنت في النتيجة تريد تحصيل شيء معين قراءة تحصيل القراءات عندك المتكرر هذا والمتعدد والمتنوع أنت تريد تصل إلى غاية معينة إما ضبط فن ما علم ما أو فهم قضية ما أو شيء ما عندك أشياء يعني هي المرادة أصلاً القراءة هي ما هي الوسيلة للوصول لهذا المراد وهذه الغاية تضع له خطة ما تضع خطة تضع خطة ترع فكرة ثانية بالنسبة للقراءة شيء آخر فمثلاً مثلاً لو ما وضع خطة للقراءة لو ما وضع خطة هل هذا مانع له من القراءة؟ ليس كذلك بل يمكن أن يقرأ ولون يضع خطة وحينئذ يستفيد ينتفع ولم ينتفع ينتفع ومع ذلك نقول أحسن خطة للقراءة هي خطة طلب العلم من كان قراءته رافدة لما يطلبه من العلم ويتقنه ويدارسه ويحفظه ويستشره عادي أشياء لأشياء أفضل خطة للقراءة هي هذه التابعة لطلب العلم هذه مثل خطة شراء الكتب أفضل خطة لتكوين المكتبة أن تكون تابعة لطلب العلم هي تابعة لأن هذا هو الأصل من جعل هذا الأصل عنده فإنه يفلح إن شاء الله وحينئذ الروافد من القراءة وغيرها تكون داعمة لهذا الأصل الكبير لأنه سيصل إلى غاية معينة بعد ذلك سبحان الله إذا وصل إلى الغاية أظن لا يحتاج أحد لا يرشده إلى ما يقرأ ولا إذا ما يجتمع الكتب ولا حتى هو أدرى بنفسي موسط ببع خطة القراءة من غيرها سيعرف كيف يستهلك وقته في القراءة والانتفاع وشيء من ذلك فببع الخطط يعني يعني أنا نكرق عن نفسي أما أظن نضع خطة طول حياتي للقراءة يعني يجي أول سنة يقول وضع خطة أني أقرأ كذا في ساعة فلانية كذا وعلى فكرة بعضهم يجدون في بعض الكتب أن أنفع وقت للقراءة الوقت الفلاني ترى هذا هذا يذكر لك صاحب الكتاب تجريبته وهو ربما كان نافع في زمانه أو في مكانه لكن غير نافع لك أنت يعني اختلف الوضع خاصة لو كنت تقارن بين الطريق المتقدمين وما يذكرونه من من وسائل كانت رافعة في أهدهم لك ربما ما كانت رافعة في أهدنا الآن نحن الآن فالمقصود ينتبه لهذا ربما صاحب الكتاب وضع وقت للقراءة أنت ما يناسبك وقت للقراءة هذا لا تقول والله خربت الخطة معنا الصلح يعني لازم أقرأ في ذا الوقت ولا ما الصلح مع القراءة أنا ليش الأمر كذلك تماما بل وسبق أني ذكرنا لبعض الناس حتى هذا ذكرناه في بعض المحارة بعض الناس يقولك ما عندي وقت للقراءة ما في وقت للقراءة أصلا نقولك استفيد من الأوقات الميتة اللي قطعا ما في شيء يشارك عنها يعني لا حرف يدوية ولا طلب رزق ولا غيرها ولا محادثات ولا غيرها مثل ما وقعت قبل النوم مثلا هذه مثلا لو واحد سيدة في القراءة تجد ولو صفحة واحدة لأن غالب الناس يقرؤون صفحة ثم يغمع يصير مثل النوع من التخميد يشوف الله فضروا هاك القالب يعني وبعض الناس انتفعوا من هذا يعني من هذه الخطة نسميناها خطة يعني هل يشوف ليس الخطة بقدر ما هو إيجاد فرصة للقراءة الآن أنت ينبغي أن توجد فرصة للقراءة وقرأ حينئذن لكن لو أراد أن يقول تسلسل القراءة الكتب وما الكتب هذا ثلاثة باب ثاني الكلام باب ثاني الوقت أتحدثنا صاحبنا في الاسئول يسأل عن وضع خطة يعني يضع له في اليوم الساعة الفلانية من الساعة الفلانية يضع له مثلا نقراءة الساعة الفلانية الفن الفلاني الساعة الفلانية القفر الفلاني أو بسبوع أنجز هذا الكتاب أو بالشهر أو بهذه الطريقة يعني مثالها يعني طب لو ما أنجز يقول أنا واللهiej Eigen climat و يجب في الخطة و ليس الأمر كذلك و المقصود أن요 الاهتمام الاهتمام دائما سبحان الله والعناية تكون بعد سفيق الله عز وجل من أهم الأسباب لإنجاح موضوع القراءة والطلب والتحصيل من أهم القضايا هذه لو كان مهتما بإتمام الكتاب سيتمه في أقرب وقت لا أقول شهر ولا غيره لا ينام إلا وإنهي الكتاب أو هذا البحث الذي يريد يقرأه والسبب العناية والاهتمام الذي حصل منه وقلت لك مرارا أحسن مثال ذلك اختبارات كيف أنه في ليلة واحدة الطالب ينهي مذكرات وينهي كتب كاملة وأنت والذي مرت على هذا طي الطلاب والكليات ربما كان المقرر مجلد كامل من مسائل الفقه اللي فيها استدلال وجوابه وينهونه في ليلة وهذا بهالطريقة إيش اللي يجعله غير الاهتمام والعناية وهذا اللي يجعله ينهيه هذا هذا أفضل يعني ما يوقد عملية الاهتمام الانهاء إنجاز الأعمال اللي هو الاهتمام والعناية بذلك وليس لا التوفق الجميع أنت ولدي سلح خطة للقراءة أو لا؟ أنا غالبا أضع خطة ويسعد نهاية السنة قد ما تتم يعني كالمراد لكن غالبا شيخنا من يسأل مثل هذا قد يكون يعني أو بعضهم قد يكون هو جديد على القراءة فلا يعرف ماذا يقرأ فيقول هل لازم أضع خطة فمثل هذا قد يكون مفيد له لو التحق ببعض المبادرات يعني موجودة كان مبادرة قراءة الجرد وحياء البيان طيب هذا شيء ثاني الآن الشيء الثاني الآن حكنا الأصل هو طلب العلم الخطة القراءة تكون تابعة له إن لم يكن مثلا نقول لك أنا الأصل ما يطالب معلم الخطأ يعني ما يكونك تقرأ تقرأ لتحصل العلم لتستفيد ترفع جال عن نفسك وتحصل فرض العين هذا الأصل عندنا فرض كفاءة شيء آخر إلا مثلا عوام مساندة مثل اللي تقول عنها البرامج القراءة هذا عوام مساندة لكن هذه القصد منها ماذا؟ اختيار كتاب لأجل ما فيه من الفوائد اللي يريدون أصلا أن يتبلغها نفس القارئ ويستفيد منها فيترخبون كتاب كتابين طريقة معينة الغالب لو كانت ترى مدارسة مباحثة كعلمية تكون عنده عرض من الكتب إنهيها في مجال معين والتلخيصات وأشياء من ذلك هذا طيب هذا طيب ولا بس كل ما كان معينا لك على الانتفاع والاستفادة فاسلكه ولو لم يكن بغير خطة مش لازم وإن مجدت من يعينك على القراءة طيب إن كان لكن ترى الرافض الحقيقي ترى الباعث الحقيقي الاهتمام والعناية إن وجدها أو وجد الإنسان في قلبه تكون مثل الموقد اللي يحركه دائما مثل هذا التحصيل والحرص وإيجاد الأوقات يتفرغ لها يحاول أنه يوجد بقدم استطاعة يشغله بالقراءة ونسأل الله التوفيق للجميع نبدأ بسم الله اشتركوا في القناة